موسيقى السلام عليكم في موازاة هوا شرق أوسطي يميل إلى التهديئة ووضع حد ولو مؤقتا للاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ سنين يتمثل في صورة مصالحات واتفاقات بين دول المنطقة في موازاة ذلك تمارس الولايات المتحدة الأمريكية نشاطا عسكريا في المنطقة من خلال إعلانها إرسال غواصة تعمل بالوقود النووي ومزودة بصواريخ موجهة لتنضم إلى الأسطول الخامس الأمريكي العامل في البحرين في خطوة قالت واشنطن إن هدفها حماية الأمن والاستقرار البحري في منطقة يتدفق عبرها نحو 30% من نفط العالم لكن في أمريكا ذاتها ثمت رواية أخرى لا يمكن تجاهل دلالتها وأهميتها بطلها الإعلام الأمريكي الذي ربط بين إرسال الغواصة النووية والتوتر الميداني الذي تجسد أخيرا في قصف متبادل بين قوات أمريكية موجودة في شمال شرقي سوريا وميليشيات مرتبطة بإيران نتوقف في حلقة اليوم من حديث العرب مع هذا التطور اللافت محاولين فهم أبعاده ومعانيه في سياق سياسي وعسكري وإستراتيجي تعيشه المنطقة أهلا بكم حراك عسكري أمريكي كبير في منطقة الشرق الأوسط حاملة طائرات عملاقة وغواصة نووية وأعداد من الطائرات تنتشر من مناطق شرق البحر المتوسط إلى الخليج العربي وبحر عمان مرورا بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن هذه الإجراءات تظهر قدرة الولايات المتحدة على إعادة نشر وتمركز قواتها بسرعة في جميع أنحاء العالم مستدركة على لسان المتحدث باسمها بأن واشنطن مستعدة للرد على أي من الحالات الطارئة في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر دون أن يتطرق إلى تفاصيل هذه الحالات الطارئة المحتملة صحيفة وولد سريت جورنال في تقرير لها ربطت بين الحراك العسكري الأمريكي الأخير وبينما وصفته بالتحولات الجيوسياسية والمكاسب الروسية والصينية في الشرق الأوسط الأمر الذي بات يعقد من خطط واشنطن في المنطقة ويشجع الميليشيات الموالية لإيران على تجاهل التحذيرات الأمريكية وشن مزيد من الهجمات ضد القوات الأمريكية شرقية سوريا وهو ما حدث مؤخرا وأسفر عن مقتل متعاقد أمريكي ووقوع إصابات فضلا عن أن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني لم تحقق أي تقدم بل إنها ربما وصلت إلى طريق مسدود ويدعم هذا التوجه ما كشفه موقع The Interest بتاء الأمريكي قبل أسابيع قليلة من أن البنتاجون طور خطة طوارئ تتعلق بالاستعداد لحرب مع إيران وفي سياق تلك الخطة أجرت القوات الأمريكية والإسرائيلية تدريبات مشتركة في كنون الثاني الماضي هي الأكبر على الإطلاق بين الجانبين غير أن كل ذلك يبدو غير كاف بحسب محللين لدفع واشنطن لشن حرب جديدة في المنطقة إذ يرون أن التحركات العسكرية الأمريكية في هذا التوقيت مجرد تأكيد بأنها لن تتخلى عن مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط وأنها لا تنوي الانسحاب نهائيا من المنطقة وعلى الرغم من استبعاد احتمالية الحرب ضد إيران من جانب كثير من المحللين إلا أن الإجراءات العسكرية الأمريكية الأخيرة تفتح الباب أمام احتمالات عديدة في هذا الشأن للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ أحمد رحال المحلل العسكري والإستراتيجي ومن المقرر أن ينضم إلينا من نسقط الدكتور عبدالله الغلاني الأكاديمي والباحث الشؤون الإستراتيجي أهلا ومرحبا بكم عميد أحمد أهلا وسهلا حياكم الله ورمضان كريم على الجميع علينا وعليكم جميعا إن شاء الله من الناحية العسكرية كيف يمكن فهم هذه الخطوة إرسال غواصة تعمل بالوقود النووي مزودة بصواريخ موجهة عن بعد من طراز توماهوك بعيدة المدى استعملت في تمهيد لاحتلال العراق في عام 2003 كيف يمكن فهم كل هذا حلاليوم في عنا كثير متغيرات تجبر الواقع المتحدة الأمريكية على إعادة التموضوع وإعادة الانتشار اليوم في عنا الإفزازات والاستفزازات التي تقوم بها كوريا من ناحية اختبار غواصة أو اختبار سلاح صواريخ نووية من ناحية من أن هناك الصواريخ التي نقلتها روسيا إلى بلوروسيا وهي عبارة عن صواريخ نووية يمكن أن تؤثر وتغير من استراتيجية الردع لدى حلف الناتو أو لدى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عملية دخول الصين إلى المنطقة عبر الاتفاق السعودي الإيراني هذا كله يعطي أمر من أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها اليوم إعادة نشر قواتها وإعادة التموضوع في ظل هذا الإطار الخارجي أو الاستراتيجي أيضا هناك وضع داخلي من أن إيران بدأت تستفز الوجود الأمريكي في سوريا أو في الخليج العربي وجدها من أن هناك عملية تعرض للسفن ومن ضمنها السفينة لمالك إسرائيلي وبالتالي عملية الرفض بالغواصة الأمريكية USS Florida تضاف إلى 17 سفينة موجودة في الأسطول الأمريكي الخامس الموجود في البحرين والخليج العربي أصبح ضرورة وأنا أعتقد أن هناك سيكون هناك رفض آخر حديث عن غواصة عن نحامل الطائرات أخرى قد تأتي إلى الخليج وعن دعم للأسطول السادس الموجود بالبحر المتوسط أيضاً انتبهنا بالفترة الأخيرة من أن هناك تحرك إيراني واضح بإزعاج أو استفزاز القوات الأمريكية في سوريا أيضاً بمحاولة ما يسمى إنشاء غرفة عمليات ووحدة الجبهات انطلاقها من اليمن إلى العراق إلى سوريا وداخل سوريا أيضاً وحدة الجبهات الداخلية التي تنطلق من جنوب لبنان إلى غزة إلى جولان إذن أمام كل هذه التغيرات الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت بالسياسة والاستراتيجية عندها لديها من دبلوماسية القوة إلى قوة الدبلوماسية والعكس في بعض الأحيان اليوم تنتقل إلى دبلوماسية القوة تريد أن تستعرض بالسلاح تريد أن تستعرض بما تملك وللات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد يحكم العالم عليها التزامات ومن ضمنها أمن الخليج وأمن استقرار الطاقة والخطوط التجارة العالمية التي تعبر الخليج والتي تمارس عليها دور إيران دور المافيات أو دور القرصنة التي تمارسها وبالتالي كان لابد من نقل تلك الأسلحة إلى الخليج العرب دعنا نرحب بانضمام الدكتور عبدالله الغلاني من مسقط عبرزوم طبعا الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية أهلا ومرحبا بكم دكتور عبدالله يعني الآن في ذروة الحديث عن ما يقال واستفيد في الحديث عنه من انسحاب أمريكي من المنطقة بعد تراجع الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط في الحسابات السياسية الأمريكية في ذروة هذا الحديث نلاحظ أن أمريكا تحضر بثقلها العسكري ترسل غواصة نووية يعني كيف يمكن فهم هذا التناقض بين المحكي وبين المرئي نعم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك أخ جهاد ومن ضيف الكريم وبالأسادة المشاهدين أهلا أنا أتصور أن حسابات القوة لا ينبغي أن تكون بهذه المعايير فما يجري الآن هو يعني تحركات تكتيكية هذا لا يعني أن تحولا جذريا أو تموضعا استراتيجيا قد حدث للقوة الأمريكية إزاء المنطقة والحديث عن يعني تراجع الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط منطقة الخليج تحديدا في الرؤية الأمريكية هو حديث قديم وكنت أقول مرارا أن هذا الاستنتاج ليس استنتاجا دقيقا المنطقة لا تزال في صدر الاهتمامات الاستراتيجية المتحدة سواء منطقة الخليج إجمالا أو منطقة الشرق الأوسط على وجه العموم فهذه التحركات هي تحركات تكتيكية الولايات المتحدة ينبغي أن نفرق بين تراجع القوة لصالح أقطاب أو قوة إقليمية أو دولية حتى كالصين وروسيا وبين الانحسار القوة الأمريكية ليس هناك انحسار القوة الأمريكية وإنما هناك تراجعات هذه التراجعات مصدرها إما قضايا إقليمية أو تحولات في المشاهد الإقليمية سواء في منطقة الخليج في الشرق الأوسط عموما في شرق آسيا في أوروبا أو تحولات في الداخل الأمريكي هكذا تحولات تفرض على القوة الأمريكية شيء من التراجع وإعادة التموضع ولكنه إعادة التموضع تكتيكي وليس استراتيجي الولايات المتحدة لا تزال هي القوة الأولى على المستوى العالمي الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشكل ما لا يقل عن 20% من الاقتصاد العالمي وهذه مسألة لم تحدث في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية كان يشكل ما نسبته 50% وأكثر تراجع تدريجيا الآن لا زال يحتفظ بنسبة 20% 20% من حجم الاقتصاد العالمي نتكلم عن عدد سكان في حدود 300-350 مليون في مقابل 150 مليون في روسيا أكثر من مليار ونصف في الصين مليار و200 أو 300 مليون في الهند وغيرها فأن يكون هناك 350 مليون ينتجون خمس الاقتصاد العالمي معنى ذلك أن هذه القوة البشرية وهذه القوة السياسية لا تزال تتمتع بقوة مقدرة لا يمكن الاستهام بها الولايات المتحدة لا تزال هي القوة الوحيدة في العالم القادرة على أن تشن حربين متزامنتين في آن واحد فهناك تراجعات صحيح هناك إعادة تموضع ولكنه إعادة تموضع على المستوى التكتيكي تقتضي تحولات في المشاهد الإقليمية سواء في منطقة الشرق الأوسط إجمالا في منطقة الخليج تحديدا أو على المستوى العالمي حتى أوروبا بدأت تدعو إلى شيء من الاستقلال الاستراتيجي عن المواقف الأمريكية تصريحات ماكرون بالأمس في هولندا تشير إلى هذا فهناك تحول في خارطة القوة على المستوى العالمي لكن دون أن يعني ذلك أن الولايات المتحدة انتقلت من الرقم واحد إلى رقم اثنين لا تزال هي الرقم الأول في معادلة الصراع الدولي يعني لا تزال إذن الشرق الأوسط لا يزال في صلب اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية كما قال الدكتور عبد الله من مسقط لكن كيف يمكن فهم هذا الكلام في ضوء الخطوة التي قامت بها أمريكا قبل أيام أو قبل مدة قبل خطوة الغواصة من أنها استبدلت سرب طائرات حديثة مقاتلة في المنطقة استبدلت به طائرات قديمة من طراز السبعينيات وأتت بها إلى المنطقة ثم تشيء غير مفهوم في الرؤية الأمريكية للمنطقة إذا ما كانت هذه المنطقة ما زالت في صلب استراتيجيتها والاهتمامات الأمريكية كيف يمكن أن أحضر سرب طائرات حديثة مقاتلة بطائرات قديمة إلى المنطقة وأضف إلى هذا الكلام أنها سحبت منظومتين من الدفاع الجوي من منظومة تاد ومنظومة باتريوت من منطقة الخليج واستبعدتهم الولايات المتحدة الأمريكية أنا أقدر كلام الدكتور من أن هناك عودة أمريكية للاهتمام بمنطقة الخليج لكن علينا أن لا ننسى أن المرحلة السابقة ومنذ فترة أوباما حتى الآن هناك انسحاب أمريكي من المنطقة كان إلى منطقة جنوب شرق آسيا واهتمام بقضية تايوان واهتمام بالكوريتين واهتمام بالملف الصيني حتى أن الاستراتيجية الأمريكية والعقيدة الأمريكية لم تعد لروسيا هي العدو الافتراضي للمتحدة الأمريكية بل انتقلت إلى الدرجة الثانية عندما أصمحت الصين العدو رقم واحد وبالتالي كان هناك انزياح بالأهداف الاستراتيجية الأمريكية من منطقة شرق الأوسط والخليج العربي نحو آسيا وجنوب شرق آسيا وبالتالي كان التوجه العسكري إلى تلك المناطق وحتى زج الأساطيل وحاملات الطائرات والسفن والمدمرات كانت بتلك المنطقة العودة الأمريكية اليوم إلى تلك المنطقة لأن الوئات المتحدة الأمريكية باتت على قناعة أن الميزان ونقطة الارتكاز التي تحكم القوى في العالمية في منطقة الخليج في ممر خطوط التجارة العالمية في ممر النفط بأزمة الطاقة التي تحصل في أوروبا اليوم نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية تحتم العودة للاهتمام بمصادر الطاقة التي بدأت إيران بالقفز عليها والتأثير عليها لكن هل إرسال غواصة نووية إلى المنطقة دليل كاف على أن أمريكا عادت إلى المنطقة؟ كما تفضل الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج لإظهار كل مقدراتها العسكرية كي يتهابوها الناس يكفي أن ترفع العالم الأمريكي يكفي أن تحرق قطعة صغيرة في معدل التوازنات كي يتظر من أن الولايات المتحدة الأمريكية عينها وجادة على تلك المنطقة وعينها على تلك المنطقة اليوم إرسال هذه الغواصة 154 طارق كروز أعطوما هوك في المنطقة بمدى من 1500 إلى 2600 كيلومتر لن يغير بموازين القوى العسكرية لكنها نظرة من أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت الاهتمام بتلك المنطقة إن كان لإعتبارات سياسية بدخول الصين على ملفات منطقة إن كان لتغيرات بتموزع الأسلحة النووية الروسية ونقلها إلى بلاروسيا إن كان بتجربة الغواصة النووية المسيرة من قبل كوريا الشمالية وإن كان للتحركات المافيوية التي تقوم بها إيران إن كان في الخليج العربي أو على مدخل البحر الأحمر أو في سوريا كل ما يحصل اليوم هي إشارات أمريكية من أن النمر الأمريكي ما ذال يتحرك وما ذال قادرا على إعادة ضبط كدولة تحتل المرتبة الأولى في العالم ودولة تسير العالم كقطب أوحى على سيرة إيران أسأل الدكتور عبدالله الغلاني ربطت وسائل الإعلام الأمريكية ومنها كبريات هذه الوسائل فوكس نيوز ونيويورك تايمز ربطت بين الغواصة النووية في الشرق الأوسط وبين القصف المتبادل الذي وقع الأسبوع الماضي أو قبل أيام بين القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا وميليشيات مرتبطة بإيران هل تكفي هذه المنواشات الأمريكية وهذه الميليشيات المرتبطة بإيران هل تكفي لأن تكون سببا كافيا لإرسال غواصة نووية إلى المنطقة دكتور عبدالله وإلا فماذا يمكن أن يقرأ في دلالة هذا الربط من قبل وسائل الإعلام لا أحسب أن هناك ارتباط مباشر بين إرسال هذه الغواصة النووية وبينما تعرضت له بعض الهجود الإيراني في سوريا لا أحسب أن هناك ربط مباشر إذن كيف تقرأ تركيز وسائل الإعلام الأمريكية على الربط بين هذا وبين الغواصة النووية الربط بحد ذاته له دلالة لعل نعم لا أتفق مع هذا الربط إن كان هذه استنتاجات بعض وسائل الإعلام وبعض المؤسسات الأجهزة التفكير في الولايات المتحدة لكن قطعا بالنسبة لي ليس هناك ربط مباشر استنتاجات أم محاولة لشيطانة مزيد من شيطانة إيران والتحرير عليها مثلا إيران مشيطنة في الخطاب السياسي والإعلامي الغربي إيران مشيطنة منذ أمد بعيد ولا تحتاج إلى مزيد من الشيطانة لكن إيران لا تزال تشكل قوة إقليمية في محيطها الإقليمي الولايات المتحدة تتعاطى مع الأزمة الإيرانية أو مع القوة الإيرانية منذ أن جرى التحول في إيران إسقاط الشيطان عام 1979 وإلى اليوم ولا أحسب أن هناك اشتباكا مباشرا وشيكا قد يحدث بين القوتين بين الولايات المتحدة وبين إيران لكن قطعا هناك ملفات متفق عليها هناك ملفات مختلف عليها هناك مساحة من التوافق الأمريكي الإيراني كما يجري في العراق وكما سيجري أرجو المعذرة دكتور عبد الله هناك حديث في الأوساط الأمريكية يقول بأن إيران تتجهز لإجراء عمليات في منطقة الخليج فيما يتعلق بناقلة النفط وعلى هذا يفسر إرسال غواصة نووية ماذا تقول عن ذلك؟ ممكن قد فعلت إيران أقدمت إيران في مناسبات سابقة على استهداف بعض ناقلات النفط ولكن هذا لا يستدعي إرسال غواصة نووية الولايات المتحدة حريصة على إثبات وجودها العسكري الآن هناك جملة من التحولات يعني كتفسير لماذا هذه الخطوة التي اتخذها البيت الأبيض مؤخرا أو البنتاجون هناك جملة من التحولات في المنطقة الأزمة اليمنية الآن لعلها تدخل مرحلة مختلفة تماما عن المراحل السابقة التوتر الإيراني الأمريكي على أشده الصين دخلت مؤخرا في منطقة الخليج واستطاعت أن تجمع يعني القوتين الإقليميتين الأكبر المملكة العربية السعودية وإيران رغم أن الصين إلى هذه اللحظة لا تقدم نفسها باعتبارها قوة عسكرية هي لا تزال قوة تجارية اقتصادية ولكن يبدو أنها في المراحل الأولى لأن تقدم نفسها باعتبارها قوة عسكرية هذا أمر يعني ليس بعيدا يعني فهناك جملة من التحولات إسرائيل وما يجري في إسرائيل الآن من الطراب يعني قطعا سيفضي إلى وضع مختلف جزئيا أو كليا في إسرائيل هناك نقطة مهمة جدا في الحسابات الأمريكية ما جرى في 2011 الثورات العربية التي اشتاعت المنطقة على حين غرها يعني هكذا يعني فجأة فوجئت بها الدوائر الاستخبارية وأجهزة التفكير والأجهزة السياسية في الغرب هذه الثورة يعني خميرة هذه الثورة لا تزال قائمة حالة الانهيار الاقتصادي حالة التملم للسياسي حالة القهر التي تعاني منها شعوب المنطقة أحسب اليوم أن دواعي هذه الثورة أكثر منها في 2011 وبالتالي الولايات المتحدة هذه الحسابات ليست غائبة عنها وهذا يعزز الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية عموما في الرؤية الأمريكية فكل هذه العوامل تجعل الولايات المتحدة أكثر حرصا على التواجد الولايات المتحدة بطبيعة الحال لكن ثمت من يقول لك دكتور عبد الله أن تربط أنت بين هذا التوجه الأمريكي الجديد وبين استمرار ما أسميته خميرة الثورات أو الانتفاضة العربية التي حدثت قبل أعوام ثمت من يقول لك بأن أمريكا هي المسؤول الأول والمباشر عن البقاء واستمرار هذه الخميرة كلا الولايات المتحدة منذ اليوم الأول بأسالبها الدبلوماسية المختلفة سعت إلى وقت هذه الثورات وما حدث بعد 2012 بعد أن نجحت هذه الثورات في أماكن متعددة وأستطاعت الشعوب أن يعني توصل من تشاء وهو أنا أتفق معك هذا سؤالي نفس كلامك دكتور يعني بمعنى حافظت على خميرة حافظت على الأنظمة ودعمت هذه الأنظمة بقيت وراء هذه الأنظمة قطعا قطعا يعني ما جرى بعد ذلك ما يعني اصطلح على تسميته بالثورة المضادة كانت الولايات المتحدة هي المايسترو لهذه الثورات المضادة التي أجهضت يعني نتائج الثورات العربية لكن هذا لا يعني أن الوهج قد انطفأ وأن هذه الخميرة قد تلاشت هي لا تزال قائمة والولايات المتحدة لها حسابات وحسابات دقيقة هي تتابع بدقة يعني قرون الاستشعار الاستخباراتي والفكري والدبلوماسي قائمة وترصد التحولات الفكرية والنفسية والسياسية التي تحدث في هذه المنطقة وبالتالي أحسب أنهم يدركون تماما أن خميرة هذه الثورات لا تزال قائمة وبالتالي تعزيز الوجود الأمريكي السياسي والعسكري في هذه المنطقة هو أمر لا بد من نعم كان لافتا عودة هذه أمريكا إلى المنطقة وإرسال هذه الغواصة النووية في وقت تشهد المنطقة تهديئة بين دولها زاوية النظر إلى هذه المسألة ربما تكون جديرة بالمناقشة والحوار وهو ما نبحثه بعد فاصل قصير طيب الله أقاتكم هذا استئناف لقراءة التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في المنطقة سريعا أذهب إلى العميد أحمد ما الحدود التي يمكن أن تستعمل في إطارها الأمريكا هذه الغواصة النووية بمعنى أدق محمولات هذه الغواصة وهي صواريخ تومهوك يعني أولا نحن ما ننتبه أنه هي تضاف إلى 17 قطعة بحرية موجودة في الأسطول الخامس هي تعمل ضمن قيادة المنطقة الشرق الأوسط التي ترتبط أيضا بالقطعة البحرية الموجودة على مضيق باب المندب القريبة من مضيق هرمز الموجودة في قرب قناة السويس الموجودة في البحر المتوسط والأسطول الأمريكي السادس اليوم في عنا نقطتين يعني وأنا بدي أرجع أربط وجود السفينة بحاجة الأمريكية حاليا بالوقت الحالي وما يتحرك في سوريا اليوم في عنا متغيرين اثنين المتغير الأول من أن هناك قيادة أصبحت موجودة تسمى قيادة واحدة الجبهات تقود إيران ما بين سوريا لبنان اليمن العراق يقود الحرس السوري الإيراني ويقوم بعملية رسم الأهداف الاستراتيجية السياسية والعسكرية من خلالها هناك غرفة تتفرع من هذه الغرفة ويقود الحرس السوري الإيراني أيضا وحدة الجبهات الفرعية في سوريا ما بين جنوب لبنان وقطاع غزة والجولان وما حصل مؤخرا من عملية رشقات صواريخ من جنوب لبنان أو من غزة أو من الجولان يأتي في إطار هذا العمل النقطة الثانية أن اليوم هناك إحراج أمريكي الهدوء الذي أرادته المملكة العربية السعودية وعمان تحافظ على هذا الموضوع قطر تحافظ على هذا الموضوع يعني قطر لا تسمح بأي عمل عسكري من أراضيها باتجاه إيران عمان تحافظ على وحدة أن تكون قطب التوحيد بين الدول الكويت أيضا نفس الشيء وبالتالي أمام الاتفاق المعلن ولم يطبق بعد أو التفاهمات السعودية الإيرانية هناك عملية تحييد للمنطقة وهذا أمر تدركه الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى الارتفاق السعودي الإيراني فيما لو طبق بعد فترة الاختبار هذا يعني إخراج دول الخليج قاطبة من قائمة الاستهداف والاستخدام الاستهداف إيران لن تستهدفها باعتبارها خرجت عن دائرة الحرب ومن دائرة الاستخدام من أنها تلك الدول لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قواعدها الموجودة في المنطقة سواء العديد أو في البحرين أو في المملكة أو في أي دولة ضد إيران طيب شو البديل؟ البديل قطع بحرية وإضافية صاروخ تمهوك بأمدية تتراوح من 1500 حتى 2600 كيلومتر هو أولا لا يحرج الحلفاء لا يستخدم أراضي قطر أو عمان أو البحرين أو السعودية أو الإمارات أو حيث ما كان اتنين هو يعطي القدرة على الوصول إلى أي منطقة لكنه يتم وضع في مياه إقليمية خليجية في النهاية لا في البحر العام يعني يبقى الخليج العربي هو بحر عام مفتوح للجميع السفن الإيرانية موجودة السفن روسية موجودة السفن الأمريكية موجودة وبتالي هو في بحر عام لا يحرج أحد يعطي الإمكانية أيضا يقدم إضافة يعني لما بيكون عند 154 صاروخ تمهوك بدقة إصابة 2 إلى 3 متر بمعدل 99.5 تقريبا هذا يعني قوة عسكرية كبرى تضاف وأيضا كما قلت هناك إضافات أخرى ستكون لتلك المنطقة سواء إضافة للإسطول الخامس في الخليج أو إضافة للإسطول السادس المتوسط وعلينا أن لا ننسى أن إسرائيل زجت بغواصتين في المنطقة في الخليج العربي وسفنتين وإلا ننسى أيضا أن إسرائيل قامت بنصب محطرة دار ومراقبة في دولتين على الأرجح هي البحرين والإمارات طيب دكتور عبد الله نقاط مهمة جدا أشار إليها العميد أحمد ربما تنسجم مع ما سأسألك عنه من أن المنطقة الآن تتجه إلى التهدئة لاحظنا نحن أن تركيا أجرت استدارة تصالحية مع الأنظمة السياسية في المنطقة وكذلك فعلت الدول العربية مع النظام السوري سؤالي هو قد يكون مفهوما أن تأتي أمريكا بغواصتها النووية إلى منطقة مضطربة كما كانت عليه الحال في السابق لكن ما ليس مفهوما أن تأتي هذه الغواصة في منطقة انتفت فيها أسباب التوترات وتصالحت نسبيا فيما بينها فلم يعد هناك حاجة لهذا التصعيد العسكري هل يمكن أن تفسر لنا هذا المقابلة نعم الحسابات الاستراتيجية الأمريكية لا تفنى على ما هو قائم في هذه اللحظة هي حسابات بعيدة المدى صحيح أن هناك حالة تهدئة ولكن تبقى هذه المنطقة منطقة غليان يعني منطقة الخليج سواء عادة العلاقة الإيرانية الخليجية مع السعودية تحديدا أو اضطربت أو قطعت تبقى هذه المنطقة منطقة مضطربة وبالتالي فإن الحسابات الاستراتيجية للحضور الأمريكي في منطقة الخليج ليس مبنيا حصرا على ما هو قائم في هذه اللحظة هو مبنية على حسابات بعيدة المدى يعني كما قلنا هذه المنطقة محاطة بحزام ملتهب من الأزمات هناك الأزمة اليمنية التي لا تزال يعني ملتهبة هناك الوضع في العراق الذي لم يستقر استقرارا تاما سوريا تعيش حالة من التحول صحيح أن هناك محاولة لاستيعاب النظام في داخل المنظومة العربية مرة أخرى ولكن الوضع في سوريا مازال وضعا يعني مضطربا إسرائيل أيضا تمر بمرحلة حرجة سواء على مستوى الداخل الإسرائيلي الإسرائيلي أو على مستوى يعني هذه الهبة المقاومة في الضغفة الغربية في أرجاء الضغفة الغربية القدس نابلس جنين فهناك أوضاع غير طبيعية أوضاع غير مستقرة في هذه المنطقة عموما منطقة الخليج هي خزان الطاقة الدولية كذلك هناك عامل آخر يعني أنا أتصور ليس غائبا عن الرؤية الاستراتيجية الأمريكية والذي يدعو الولايات المتحدة أو المخطط الاستراتيجي الأمريكي إلى أيضا إعادة النظر وإعادة الحسابات الحضور الروسي والحضور الصيني في هذه المنطقة هناك حضور صيني سياسي دبلوماسي تجاري طاغ جدا وأبرس تجلياته القدرة على إحداث هذا الاختراق في القطيعة بين السعودية وبين إيران يعني هذه مسألة صحيح أنها بدأت في قطر أو بدأت في مصقط ثم في الدوحة وكانت الدولتان الخليجيتان هما الأحرى بهذا الاتفاق أن ينجز في مصقط أو في الدوحة ولكن فوجئنا أنه تم في بكين معنى ذلك أن هناك جهود صينية سابقة على إعلان هذا الاتفاق فمجمل هذه التحولات الاستراتيجية التي تحدث المنطقة والتي سيكون لها إفرازات مستقبلية هي التي دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة الحسابات وإعادة التموضع العسكري في هذه المنطقة إضافة إلى ما ذكرته آنفا أن هناك شيء مضمر وهو خميرة الثورات العربية التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة إذا ما توفرت لها الطروف الموضوعية لكن فيما يتعلق بإيران ويبدو أن هي ربما تكون المعني الأول بهذه التحركات العسكرية الأمريكية أسأل العميد أحمد هل هذه الغواصة بدلالتها وأهميتها العسكرية والاستراتيجية يمكن أن تشكل عامل ردع كافي بالنسبة للتحركات الإيرانية في المنطقة خصوصا في ظل ما يقال عن أن إيران تجاوزت المتفق عليه عرفيا بينها وبين القوى الغربية فيما تعلق بحدود نفوذها وأعمالها خارج الحدود اليوم هناك مشكلة واضحة لكل دول العالم والمنطقة والشرق الأوسط أن إيران لديها أكثر من مشروع بات يهدد الاستقرار ليس في منطقة الخليج بل في أوروبا وفي العالم الموضوع الصواريخ الباليستية التي أصبحت تلك إيران وتصل إلى أوروبا اثنين موضوع أصائل المسيارات الإيرانية التي باتت تشارك في حروب خارجية وتدعم روسيا في الحرب الأوكرانية والمشروع الأهم هو المشروع النووي الإيراني في كل الملفات العالقة مع الغرب هناك تجاوز إيراني لهذه الملفات إن كان في الصواريخ أو في الطيران المسيار أو في المشروع النووي عندما تصل إلى 80% من عملية التخصيب اليورانيوم وبالتالي لا بد من قوة رادعة اليوم هناك أكثر من اتجاه بالردع الإيراني إن كان عبر الحرب السيبرانية وبعتقد خلال الأشهر الماضية لاحظنا أكثر من عمل عسكري تم قبل إسرائيل أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد منشآت إيرانية في الداخل إن كان عبر ضربات عبر الطيران المسيار والعملاء والاغتيالات أيضا نفذ أكثر من عملية ومقتل العالم فخرزادة أو تدمير مصنع الصواريخ في أصفان كان جزء من عمليات داخلية عبر عملاء أو عبر الطيران المسيار اليوم تأتي الخطوة الثالثة وهي عملية رصد القوى على حدود إيران إيران تدرك تماما أن لا قدرة لها على مواجهة الطيران الأمريكي ولا قدرة لها مواجهة السلاح الغربي أو السلاح البحري الأمريكي نذكر في الثمانينات عندما قامت البحرية الإيرانية بعملية تدمير سفينة أمريكية أو تهديد سفينة أمريكية في الخليج العاربي أثناء حرب العراقية الإيرانية 29 قطعة بحرية عماد البحرية الإيرانية دمرت خلال 24 ساعة من قبل البحرية الأمريكية وبالتالي اليوم عملية الحفاظ على الاستقرار عملية الحفاظ على السلام هناك مقول يتقول إذا أردت الزهاب يعني إذا أردت الاستقرار والسلام فعليك الاستعداد إلى الحرب بمعنى أن القوة العسكرية هي تفرض السلام أيضا هناك نقطة وأواقب عليها من أن اليوم قد تكون انتفت أسباب الصراع المحلية سعوديا إيرانيا خليجيا إيرانيا لكن هذا لا يعني أنها ورقة أو استراتيجية أو هدف للولايات المتحدة الأمريكية قد لا يوجب هذا الاتفاق للولايات المتحدة الأمريكية وقد تعيد خلط الأوراق أيضا هذا لا يعني من أن ملامح الاتفاق قد تلتزم به إيران قد نجد مستقبلا أنها أخلت بما تم التوافق عليه في اليمن أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق وبالتالي عادة أسواب الحرب والأهداف الاستراتيجية دائما لا تبنى على أهداف تكتيكية مرحلية بل تضع كافة الخيارات والاحتمالات ودائما في العسكر يأخذ الاحتمال الأسوأ لذلك لا بد من وجود يو اس اس فلوريدا في منطقة الخليج والتدعيم أكثر كقوة ردع أمريكية في منطقة الخليج العربية في سياق ذاته أسأل الدكتور عبدالله حديث مفاتشي منظمة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يقولون بأن إيران تمكنت من رفع نسبة التخصيب اليورانيوم المنظب بنسبة عالية اقتربت من إنتاج قنبلة نووية وإن لم تكن قادرة عليها حتى الآن بحسب الرزواية الرسمية للأمم المتحدة هل يمكن القول بحسب سائل أن واشنطن استجابت أخيرا لنداءات إسرائيل المتكررة بضرورة عمل عسكري يحول دون إنتاج إيران قنبلة نووية في المعطيات الجيوسياسية الجديدة هل ما يعطي هذا السؤال الشرعية دكتور عبدالله؟ نعم أولا ينبغي أن نفرغ بين أمرين قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي وامتلاك إيران لسلاح نووي في اللحظة الراحنة أما القضية الأولى قدرة إيران امتلاكها للنوهاو يعني القدرات المعرفية لإنتاج سلاح نووي هذا مقطوع به إيران منذ أمد بعيد امتلكت القدرة امتلكت النوهاو على إنتاج قنبلة نووية أو سلاح نووي لكن هل إيران في هذه اللحظة تتوفر على سلاح نووي؟ هذا هو موضوع البحث أنا لا أحسب أن إيران اليوم تملك سلاحا نوويا عمليا ولكنها قطعا تملك القدرة على إنتاج هذا السلاح وربما في فترة زمنية قصيرة إذن إيران منذ أمد بعيد تعمل على الوصول إلى هذه المرحلة وقد وصلت إليها هذه واحدة الأمر الآخر الولايات المتحدة ليست في معرض الاشتباك مع إيران لا على المستوى العسكري التخليدي ولا على المستوى النووي بالتأكيد يعني كل ما هو بين الطرفين الآن هو اشتباك سياسي دبلوماسي تستخدم فيه القوة العسكرية كوسيلة للردع وإجبار الطرف الآخر على تقديم تنازلات أو تراجعات في موقف تجاه هذا الملف أو ذلك فأنا أستبعد تماما أن يكون هناك اشتباك وشيك بين الطرفين قد تحدث اشتباكات جزئية في منطقة الخليج كأن تتعرض بعض ناقلات النفط الغربية أو غيرها لهجوم عسكري إيراني غير معلن هذا وارد جدا كأن تقدم إيران على ضرب بعض الأهداف العسكرية هنا وهناك هذا وارد ولكن أن تحدث حالة اشتباك بين الولايات المتحدة وبين إيران في المنطقة أستبعد هذا لأن كلفة هذا الاشتباك كلفة بالقة جدا وحتى إسرائيل إسرائيل تستخدم هذا من أجل الضغط ومن أجل التصعيد ومن أجل إجبار إيران على تقديم تنازلات في ملفات معينة خاصة لجهة حضورها في الخاصرة الإسرائيلية في سوريا ولكن حتى إسرائيل ليست حريصة على اشتباك عسكري بأي مستوى من المستويات مع القوى الإيرانية أولا ليس هناك ما يدفعهم إلى هذا إيران بالمناسبة يعني التمدد الإيراني في المنطقة في اليمن في سوريا في لبنان التمدد الإيراني في العراق التمدد الإيراني في هذه المنطقة ما أحسب أنه جرى رغما عن الولايات المتحدة صحيح أن الولايات المتحدة قد لا تكون راضية عن بعض التحركات الإيرانية ولكنها أيضا ليست ساخطة كل الصخط الوجود الإيراني في بعض هذه الجبهات يحقق شيء من المقاصد الاستراتيجية لولايات المتحدة طالما استخدمت الولايات المتحدة إيران كوسيلة للتهديد ووسيلة للترويع في هذه المنطقة الوجود العسكري والسياسي الأمريكي اليوم في المنطقة الخليج يبرر بالتهديد الإيراني حتى التقارب بالمناسبة حتى التقارب السعودي الإيراني هذا تقاربا ليس مهددا للوجود الأمريكي في المنطقة ولا يعني هذا أن حاجة المنطقة الماسة إلى الوجود الأمريكي سوف تنحسر عن حسارا كليا هذا قد يضفي شيء من الأجواء أجواء السلام والاستقرار وأن تتنفس أو أن تستعيد المنطقة أنفاسها شيئا ما ولكن هذا لا يعني أن المنطقة بصدد أو على وشك الاستغناء عن الحضور العسكري الأمريكي إذ أن كما قلت آنفا الحسابات الاستراتيجية لا تبنى على ما هو قائم في هذه اللحظة وإنما تبنى على ما سيحدث على المدى البعيد فيما يتعلق بالحسابات الاستراتيجية سأتي إليها معك دكتور عبدالله بعد قليل لكن قبل ذلك عميد أحمد إلى أي مدى يمكن القول بناء على مراقبة هذه التحركات الأمريكية وحتى تمدد النفوذ الصيني لأول مرة في المنطقة إلى أي مدى من المنطق ومن النجاعة القول بأن المنطقة العربية مرشحة لأن تكون موطنا لتنافس أمريكي صيني ربما يتحول أو يكون مقدمة لحرب باردة بين الجهتين وإن كان بأدوات خشنة عسكرية يعني أنا أعتقد المنطقة دخلت في الحرب الباردة حاليا يعني دخول الصين إلى الملفات السياسية جميعا يدرك أن الصين دائما تستثمر في الأمور الاقتصادية لكن اليوم الصين تقول من حقها أنها تستثمر 400 مليار دولار في إيران لديها بحدود 200 مليار دولار في منطقة الخليج وبالتالي من حقها وهي لا تقدم نفسها على أنها البديل للجميع أو أنها ستستفرد في منطقة الخليجية تقول أنا أحمي استثماراتي أريد منطقة هادئة الاقتصاد لا يستطيع التعامل مع مناطق ساخنة أو مناطق فيها حرب وبالتالي من حقي أن أدخل وأن أهدي الأمور ما بين الرياض وطهران من أجل أن يكون هناك استقرار الروس أيضا موجودين في المنطقة إن كان في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في أكثر من المنطقة أنا أريد تفسيرك للغواصة للغواصة في لوريدا هذه الغواصة النووية تفسيرك لوجودها في سياق حرب باردة تتحدث عنها بين أمريكا والصين اليوم لوجود الغواصة أو وجود الأسطول الخامس أو وجود السلاح الأمريكي أو وجود الغواصات الإسرائيلي أو السفن الإسرائيلي أو هناك جزيرة لإسرائيل أيضا في مضيق باب المندب تحتلها إسرائيل هناك الكثير من تلك القوى هي عملية إظهار السيطرة حرب باردة نعم قد تكون هناك حرب باردة بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد ألا تكون لديها شريك في تلك المنطقة هي من استثمرت إيران لابتزاز العرب سياسية هي من استثمرت إيران لابتزاز العرب بصفقات السلاح هي من جعلت إيران أو تركت لإيران التمدد من أجل إبقاء المنطقة كمحمية للبلاد المتحدة الأمريكية لكن التفرد السعودي بالمرحلة الأخيرة دعني أقول التمرد بعض الدول في المنطقة أي كان بدأت في تركيا هذا التمرد انتقل إلى المملكة العربية السعودية اليوم هناك بوادر تمرد أيضا في مصر على الاستراتيجية الأمريكية وبالتالي كل هذه المناطق تحتاج إلى بديل البديل سيكون إما الصين أو روسيا وبالتالي في هذا الإطار تدخل الحرب الباردة بين تلك الدول السلاس وأيضا تدخل المنطقة ودول المنطقة في عملية إعادة تموضع وتخندق سياسي عسكري اقتصادي وبالتالي المنطقة القادمة تبقى إيران صاحبة الشأن الأعلى في موضوع التأثير يعني هي قادرة على تحريك أوراقها في العراق في اليمن في سوريا في لبنان في الخليج العربي في مراكز إنتاج الطاقة على خطوط التجارة العالمية وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط أنا أعتقد أن الاتفاق السعودي الإيراني فيما لو اعتمد بعد 30 يوم كمرحلة اختبار مضى عليها 30 يوم قد يغير من التوازنات أنا أعتقد أن الدخول الصيني قد يعيد للولايات المتحدة الأمريكية الاهتمام بالحلفاء التي أهملتهم على حساب تحقيق مصالحها فقط وأنا أعتقد أن المنطقة قادمة على هدوء أكثر مما هي قادمة على مرحلة التصايد دكتور عبدالله فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من المنطقة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة الاتفاق الإيراني السعودي والوساطة الصينية والاستثمارات المالية الضخمة بمئات المليارات للصين في المنطقة هل يمكن من خلال مراقبة الأداء الأمريكي في المنطقة الخروج بقراءة عن محاولات أمريكية لإنضاج استراتيجية جديدة تتعامل مع المتغيرات الحادثة؟ نعم الاستراتيجية الأمريكية مرنة ومرنة جداً بدرجة كافية بحيث أنها تعيد تموضعها باستمرار الولايات المتحدة حريصة على الازدهار والاستقرار ولكنه ليس الازدهار والاستقرار الذي يفضي إلى الاستغناء عن الحضور الأمريكي الولايات المتحدة دقيقة جداً في حساباتها الاستراتيجية سواء في هذه المنطقة أو في مناطق حضورها وتموضعها الاستراتيجي في أوروبا في شرق آسيا في كل أرجاء الأرض فهناك حسابات دقيقة تحكم هذه التحركات فيما يتعلق بالمنطقة الولايات المتحدة حريصة على قدر من الاستقرار الذي تكون له نعكاسات إيجابية على سيولة الحركة الاقتصادية في هذه المنطقة ولكنه ليس مستوى الاستقرار الذي يدفع بالأنظمة السياسية في هذه المنطقة إلى الاستغناء الكل عن الولايات المتحدة الضيف الكريم أشار إلى تمرد بعض الأنظمة على الإذعان للإرادة الأمريكية وأنا أحسب أن هذه مسألة ينبغي أن تبحث بشيء من الحذر لا نستطيع أن نقارن ما حدث أو ما يحدث في تركيا إزاء العلاقة مع الولايات المتحدة لا نستطيع أن نقارنه بما يمكن أن يحدث في المنطقة العربية في تركيا حدث استقلال حقيقي منذ مجيء العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 استطاع أن يعيد بناء العلاقة مع الولايات المتحدة وتحولت تركيا إلى دولة إلى لاعب إقليمي حقيقي وهناك استقلال حقيقي في القرار الاستراتيجي التركي هذا لم يحدث بعد وما أحسب أنه سيحدث في المنطقة العربية فلا دولة مثل مصر مثلا دولة مركزية ولكن مصر اليوم فقدت كل أدوات القوة ومصر اليوم لم تعد هي مصر القادرة على أن تستقل أو أن تحافظ على مساحة معينة أو مسافة معينة من التبعية للولايات المتحدة فليس هذا متحققا في المنطقة العربية والولايات المتحدة تعزز هذه الحالة السياسية هذه الحالة الجيوسياسية في المنطقة بحيث تبقى هذه الأنظمة تابعة بدرجة أو بأخرى للقرار أو للخيار الاستراتيجي الأمريكي لكن أليست بقي معي دقيقة ونصف هي لك دكتور عبدالله أليست هذه الحرب الباردة التي تحدث عنها العميد أحمد بين الصين وأمريكا في المنطقة أو بوادر هذه الحرب الباردة إذا ما اتفقنا على أنها حرب باردة أليس من الواجب على الدول العربية أن تحقق قدرا من التحرر من الهيمنة والخروج من إطار أن تكون موطنا لصراعات أممية دائما ما ينبغي أن يكون شيء وما هو كائن شيء آخر أما أن تكون هناك حرب باردة بين بكين واشنطن فهذه حقيقة ليس فقط أن هذه الحرب قد بدأت وإنما هي قطعت شوطا بعيدا ولكن كما قلنا الصين لا تزال تقدم نفسه باعتبارها عملاقا تجاريا اقتصاديا الشعار الصيني بالمناسبة منذ نهاية السبعينات وإلى فترة قريبة كان يقوم على التمحور حول المصالح الاقتصادية وبناء العلاقات الاقتصادية الآن هناك تحول في الخطاب الجيوسياسي الصيني ولكن الصين بعد إلى هذه اللحظة ليست بصدد تقديم نفسها باعتبارها قوة جيوستراتيجية في المنطقة لكن قطعا يعني هناك تباينات هناك صراع تجاري يعني الصين تحاول أن تعزز وجودها بما يؤدي إلى انحسار القوة الأمريكية فهناك صراع ولكن أنا أتصور أن الروابط الجيوسياسية العربية مع الولايات المتحدة هي أقوى بكثير منها مع القوة الصينية حتى الآن على الأقل أشكرك دكتور ختاما مشاهدية الكرام أشكر ضيوفي في الاستوديو أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي ومن مسقط عبرزوم كان معنا دكتور عبدالله الغيلاني الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية شكرا لكم في حراسة الله اشتركوا في القناة